أخونا الكريم بيسأل سؤالين السؤال الأول بيسأل عن فضل الحج والعمرة وطبعاً إحنا عارفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه يعني يرجع صفحة بيضاء ويغفر الله له كل ذنوبه وكل سيئاته سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقرة كما ينفي الكيرو خبث الحديد والذهب والفضة هذه إشارة إلى فضل الحج والعمرة بالإضافة إلى أن الله عز وجل قال وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ معنى ذلك أن الإنسان الذي أعطاه الله القدرة على الحج واجب عليه أداء الحج لذلك هناك حديث يقال من باب الترهيب من ملك الزاد والراحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا لأنه عنده الإمكانيات المادية والقدرة الصحية أنه يحج بيت الله الحرام لذلك هناك حديث يقال من باب الترهيب